في الحقيقة ان كتاب ربنا كتاب تعزية لكل انسان فيه رجاء لمن ليس له رجاء ازاي اول حاجة تعرفها من الكتاب المقدس ان الله معاك باستمرار ان الله معاك باستمرار وانك ما بتعش الوحدك ربنا بيقول لا تخف لاني معك وبيقول ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الضهر وبيقول اذا اجتمع اثنان او سلاسة باسمي فهناك اكون في وسطهم بل انه تسمى عما نؤيل الذي تفسير الله معنا فالمؤمن الحقيقي الذي يحيى حياة الايمان العملية يشعر بان ربنا موجود معاه باستمرار فيطمئن قلبه ويعيش في حياة السلام الكامل على اعتبار انه موجود مع ربنا ولهذا ايضا فالمؤمن الحقيقي الذي يؤمن ان الله معه لا يخاف ابدا لان كلمة ربنا باستمرار تدعوه الى هذا لا تخف لاني معك لا تخف لاني معك يعني يكفي انك انت تكون في عمق الاضطراب والخوف وتلاقي الآية دي تصاحبك لا تخف لاني معك او الآية اللي تقول لا يقع بك احد ليؤذيك او الآية اللي بتقول ان سرت في واتي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي عصاك وعكازك هما يعزيانا او الآية اللي تقول الرب نوري وخلاصي ممن اخاف الرب عادت حياتي ممن اجزع تلاقي هذه الآيات تعزيك باستمرار تعطيك طمأنينة في حياتك تشعرك بانك انت مش ممكن تخاف لان الذين معنا اكثر من الذين علينا جميلة جدا في حكاية الرجاء الآية اللي بيقولها داود النبي في المزمور الكبير مزمور 118 او 119 على حسب اختلاف الترقيم بيقول ايه بيقول ربنا اذكر لي كلامك الذي جعلتني عليه اتكل هذا الذي عزاني في مذلتي يعني كلمة ربنا تعزي الانسان حتى في مذلته تعطيه رجاء تعطيه رجاء لان الكتاب ايضا لا يذكر فقط مجرد ايات وانما ايضا يذكر قصصا جميلة عن وجود الله مع اولاده كيف كان الله مع الثلاثة فتية في اتون النار وشعر من رؤوسهم لم تحترق ولا رائحة الدخان دخلت في سيابهم وكان معهم رابع يشبه ابن الله فتشعر بان ربنا لم يترك الثلاثة فتية في اتون النار وتشعر ان ربنا لم يترك دانيال في جب الاسود الهي ارسل ملاكه فسد افواه الاسود يعني حتى ان قام عليك اسود فكلمة الله تقول لك الهي ارسل ملاكه فسد افواه الاسود جميلة جدا مزامير داود اللي يقول ايه لو لان الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن احياء اذا لغرقنا في الماء وجازت نفوسنا السيئة وبعدين يقول ايه نجت انفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين الفخ انكسر ونحن نجول تصور ان عصفور وصيادين كتار يعني دا صياد واحد يضيع عدة عصفير لكن لما يكون عصفور واحد وصيادين كتار كل واحد عمل له فخ ومع ذلك يقول ايه نجت انفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين الفخ انكسر ونحن نجولا مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم كلام معزي هو بس انت لما تعرف فين الآية اللي تقدر تستخدمها تلاقي نفسك تعزيت من الداخل وشعرت ان في رجاء امامك في رجاء امامك لذلك المرد اللي يقول في المزمور ان يحاربني جيش فلن يخاف قلبي وان قام علي قتال ففي هذا انا مطمئن كلمة ربنا تعزي الانسان تعطيه رجاء انه ليس وحده ان ربنا بيشتغل ان ربنا بيشتغل حتى لو قابت عليه كل قوة الشر يوسف الصديق يقول انتم اردتم به شرا لكن الله اراد خير فتشعر من كلمة الله ان الله ممكن انه يحول الشر الى خير بس كده وتقرف رمية تمانية يقول ايه كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب فكلمة ربنا تعزيك ان جميع الاشياء تعمل معا للخير حتى سجن يوسف الصديق كان يعمل للخير حتى القاء دانيال في جب الاسود كان يعمل للخير لان بعد كده الملك داريوس اول ما لقى دانيال خرج من جب ما جرلوش عاجة عينوا رئيس على كل المملكة زي ما يوسف تعين ايضا رئيس على كل المملكة لان قولك عزاني انت تستطيع تجد في كلمة الله رجاء ليك في كل موقف من المواقف ان كنت في ضيقة تجد كلمة ربنا تعزيك في الضيقة وان كنت محاض بالاعداء تجد ربنا يعزيك وان كان ليك ابن ضائع زي الست دي اللي بعتت مشكلة يعقوب اب الاباء كان له ابن ضائع هو يوسف وبعد حين لقاه ربنا دايما كل حادث من الاحداث تلاقي في الكتاب فيه كلمة تعزية وكلمة رجاء صدقوني من اول اصحاح من اول اصحاح بل من اول ايات الكتاب الى اخره هو ايات الكتاب بتقول ايه في البدء خلق الله السماوات والارض وكانت الارض خاربة وخالية وعلى وكه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وكه المياه ثم قال الله ليكن نور فكان نور حتى هذه الارض الخاربة الخالية المغمورة بالمياه المحاطة بالظلمة جه وقت ربنا يقول ليكن نور فكان نور وجه وقت ربنا خرج منها كل نفس حية وجه وقت ربنا كساهب الاشجار والاسمار والازهار والاطيار وخليها في احسن حالة وبقت ارض في منتهى الجمال اللي كانت ايه كانت خاربة وخالية ومغمورة بالمياه وعلى وجه الغمر ظلمة لا يوجد رجاء اعظم من كده انك انت تعيش في مسكن الله مع الناس زي ما بيقول مسيح حيث اكونوا انا تكونون انتم ايضا ايه الرجاء اللي بتعطيه لنا يا رب انا ماض لأعد لكم مكانا وان مضيتوا اعد لكم مكانا انا اتي ايضا واخذكم الي حتى حيث اكونوا انا تكونون انتم ايضا تعيش في عشرة ربنا ده رجاء جبار بتاع الابدية ده رجاء في الانتصار على الموت اخر عدو يبطل هو الموت زي ما جيب كرونسس الاولى خمستاشر اخر عدو يبطل هو الموت لا يكون موت فيما بعد انما تكون هناك الحياة الابدية ده الرجاء بتاع الحياة وايه تاني ويبقى لنا اجساد روحانية اجساد مورانية اجساد لا يلحقها الفساد ده رجاء عجيب في الابدية حلم الناس من اجل هذا الحلم بيشتهوا الحياة ورجاء ايه تاني ما لم تره عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر على قلب بشر ما اعده الله لمحب اسم القدوس ده الرجاء في الابدية ده راخر رجاء عجيب والابدية ده تكون لمن للمفديين الكتاب يعطي خلاصا للمفديين يقدم لهم فداء يقدم لهم كفارة ان خطيات يحملها المسيح وتبقى انت بلا خطيه خطيات يحملها المسيح وتبقى انت بلا خطيه وتبقى بلا عقوبة لانه حمل العقوبات نيابة عنه ده ما فيش رجاء اعظم من كده انك انت تبقى احد المفديين واحد المخلصين والذين لهم رجاء في الملكوت تقول وان كنت ماشي في الخطيه ربنا يتوبك ويرجعك اليه بهذا الرجاء لان من ضمن الرجاء فيه رجاء في المغفرة مهما كانت الخطيه فيه رجاء في المغفرة فيه رجاء في المغفرة مهما فعلتم ربنا قادر ان يمحوا هذه الخطايا بالتوبة الشرط الوحيد هو التوبة تقول وان ما قدرتش على التوبة اعمل ايه تعزيك كلمة جميلة في نبوءة ارمية النبي يقول توبني يا رب فأتوب توبني ايه فأتوب ان كنت مش قادر ربنا هو اللي يتوبك وان كانت طبيعة اتسخت بالخطيه يقول له اغسلني فأبيض اكثر من السلم انضح علي بزوفاك فأطهر لا ننسى اطلاقا ان الكتاب يعطينا رجاء عجيبا في عمل الله فينا هو الذي يتوب وهو الذي يطهر وهو الذي يغسل وهو الذي ينقي ربنا بيشتغل معاك يعني الرجاء العجيب في حياتنا ان احنا لا نكون وحدنا ابدا بيقول لا اترككم يا تاما بيقول انتو زي الاغصان اللي في الشجرة ايه ملها بدوني لا تقدرون ان تعملوا شيئا انا اللي هعمل فيكم وانا اللي هعمل معكم وانا اللي هعمل بكم الله العامل فيكم ان تريدوا حد وانت عمل هو اللي بيشتغل جواك عايز رجاء اكتر من ان ربنا يجعلك هيكل لروحه القدوس وروح القدوس يسكن فيك ده ايه ده عايز ايه اكتر من كده عايز رجاء اكتر من ان يقولك لستم انتم المتكلمين بلروح ابيكم الذي يتكلم فيكم ده تبقى ايه انت تبقى ايه ايه الوضع اللي ربنا اعدك ليه الكتاب المقدس اعطانا هذا الوعد عن عمل الله فينا وعمل الله معنا علشان كده ابيولوس الرسول بيكلم عن نفسه وعن ابيولوس فيقول نحن عاملان مع الله احنا بنشتغل معاه مش بيقول رب اني يشتغل معانا لا ده الاصل هو الله اللي بيشتغل وانحنا اللي بنشتغل معاه وهكذا يكون الله معك ليس اليوم ولا لعدة ايام بل يقول ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدخل الله يعطيك الارادة ويعطيك العزيمة ويعطيك القوة ومحبة الله تنسكب في قلبك بالروح القدس ويعطيك ان تكون مجرد اداة او آلة طيعة في يديك ولا تخف من شيء بعد ذلك تقول وانخفت اعمل ايه انخفت انخفت ضع امامك الاية التي تقول كل آلة سورت ضدك لا تنجح ضع امامك المزامير الجميلة التي تقول يستجيب لك الرب في يوم شدتك ينصرك اسم اله يعقوب ضع امامك الاية التي تقول هم عثروا وسقطوا ونحن قمنا واستقمنا ضع امامك المزامير العجيبة والايات الجميلة الا ربنا وضعها في كتابه من اجلنا لكي يعزينا لان كلمة ربنا كما هي رجاء للجميع المرد اللي يقوله في المزمور لان قولك احياني لان قولك ايه احياني شريعتك هي لزتي وهكذا كلما تقرأ في كتاب الله وكلما تقرأ مواعيده وكلما تقرأ معاملاته لقديسيه يمتلئ قلبك بالرجاء لان الكتاب يعطيك امثلة عجيبة في عمل الله سواء مع القديسين او مع القطاء ولذلك نجد ان داود النبي يقول لكل كمال رأيتم انتهى اما وصياك فواسعتم جدا كل ما ارآيا ألاقي امامي امال كثيرة موضوعة الكتاب المقدس اخنوق مع الرب ولم يوجد لان الله اخذه انا اتصور كده اخنوق حطت ايده في ايد ربنا ومشيين سواء في الحياة وبعدين ربنا يقول له تعالى معي فوق احسن يقول له يلا بيه دا دا عجب فعجب ازاي ربنا يتعامل مع الناس الكتاب المقدس لا يصور لك الله كجبار يتعالع للبشر انما كاله متواضع يتنازل الى مستوانا لكي يرفعنا الى مستوانا بقدر ما تحتمل طبيعتنا الضعيفة بقدر ما تحتمل طبيعتنا الضعيفة فكل ما انت قاعد في الحياة تشعر بالرجاء ليس بسببك انما بسببه هو يعني تقول ازاي يكون لي رجاء وانا مش عايز ربنا اقول لك ان ما كنتش انت عايزه هو اللي عايزك تقول ازاي اصل لربنا وانا مش قادر اقول لك ان كنت انت مش قادر توصل هو قادر يوصلك هو لعيب ان احنا بنضع جهادنا الروحي منفصلا عن الله فنتعب بنضع جهادنا الروحي منفصلا عن الله فنتعب لكن ان جعلنا الجهاد الروحي بتاعنا مرتبط بربنا لا يمكن نتعب ابدا ده فيه كلمة لطيفة جدا تعطيك رجاء عجيب ايه هي بولس الرسول يقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقول استطيع كل شيء ده ده القدر على كل شيء هو واحد فقط هو الله يقول لك استطيع ايه كل شيء مش فيه ذاتي في المسيح الذي ايه يقوين طب قول يا عم ده بولس وانا وصل فين لبولس ده قمة عالية اقول لك بلاش بولس الكتاب يقول ايه كل شيء مستطاع للمؤمن انا برة اريت الاية بتاعت غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله قلت معقول مستطاع عند الله ده معقول لكن نبص نلاقي كل شيء مستطاع للمؤمن ده هنا بقى خلاص خلاص ده كما لو كان المؤمن بقوة ربنا هو يستطيع يقدر على كل شيء هو راخل كل شيء مستطاع للمؤمن يكفي ان تؤمن هو عيب الناس انهم ما بيؤمنوش عشان كده بيتعبوا بيقلقوا ما بيقلهمش رجاء بيقلهم خوف بيقلهم قلق بيدوخوا لكن يكفي ان هو يؤمن بعمل الله فيه وعمل الله معاه يقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني كل شيء مستطاع للمؤمن الشيخ الرحاني قال كلمة لطيفة قول قال ايه قال ابن الله ده اي انسان من اولاد الله زي ابن اقتمن على خزائن ابيه ياخد منها ويعطي الناس ياخد منها ويعطي للناس ربنا بيستأمنك على خزائنه وبيسمك وكيل يقول يا ترى من هو الوكيل الامين الحكيم ربنا بيستأمنك على عقل وبيستأمنك على قلب وبيستأمنك على عاطفة وبيستأمنك على حياة روحية وبيستأمنك احيانا على اولاد ليه في حدود دائرة مسؤوليتك طبعا الوكلاء لأسرار الله هم الرسل واصحاب الدرجات الكهنوتي لكن كل واحد في حدود دائرة ربنا بيأتمنه على حاجة انه يعمل وبيدي له مواهد على قدر ما يحتاج اليها وعلى قدر ما تحتاج مسؤوليته هو اللي يعمل العمل فيك وبعد ما يعمل العمل فيك يكفأك عليه طبعا ربك اتر خير يصدق ان انت طيب يعني تعمل العمل وتكفئنا اذا كنت هكذا عيش باستمرار في رجاء واذا عشت في رجاء عيش في حياة البشاشة تفرح في الرجاء لان عندك اله بيقول تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاخمال وانا اريح فهو يريح لكن لو انت تمسك متعبك وتعد تزن فيها وتفكر فيها وتقول اعمل ايه واسوي ايه وبكرة يجرى ايه وبعد يجرى ايه يبقى انت اللي بتتعب روحك ملقين همكم عليه ما تشلش الهم بتاعك ربنا بيقول وبيقول لك بطرس لما جي الملك ينقزه لا نايم اخر نوم اخر نوم لدرجة الملك لك ازو كده عشان نصحيه تنمو انت بكرة حكم الاعدام هننفس فيك انا ما لي بحكم الاعدام يكفي اليوم شره خليها تهتموا بما للغد ولا ولا حتى لو كان في حكم اعدام لان فيه اله هو المتكف الجدي واحد محكم عليه بالاعدام تانيوم هيبوت ودنايم نوما سقيلا درجة الملك يلكزوا عشان يصحيه ده اللي عنده رجاء في ربنا وان قام علي جيش ففي ذلك قاله مطمئن 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 من جوه بالرجاء لاجل كل هذا الرسول وضع الرجاء ضمن الفضائل الثلاث الكبرى الايمان والرجاء والمحبة اذا كان عندك رجاء تعيش مبسوط وهادي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة